بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايدا لنهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى عبدالله يامين عبدالقيوم رئيس جمهورية المالديف وذلك بمناسبة يوم استقلال بلاده كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايدا لنهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورقية تهنئة مماثلتين إلى الرئيس عبدالله يامين عبدالقيوم